السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الواحد لما يجي يتعلم فيه واحد نظرات بتقول ان انت عشان تعلم اي حاجة محتاج تقعد عشر تلاف ساعة. تمام? مرات 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 قلت ان انت عشان تقلم حاجة محتاج عشر ساعة. تمام? ففيه اه يعني عشر تلاف ساعة وعشرين الف ساعة. ايه الفرق بينهم? امتى امتى نتكلم على دي امتى نتكلم على دي? عشرة تلاف ساعة عساسها بكون بروفسور في الموضوع دوت. تمام? يعني مسلا واحد قعد عشر تلاف ساعة. بمعدل مسلا عندك اه السنة فيها تلتمية خفستين يوم. قلو بيتشتغل منه تلتمية. التلتمية دول اضربهم في عشر ساعات. يعني تلات تلاف ساعة. يعني قعد مسلا تلات تلات سنين تقريبا كل يوم عشر ساعات يشتغل في الحاجة دايات. فاكل بقى خابري فيها. يعني مسلا ممكن يكون اه شغال ممكن يكون شغال طباخ. وكل مرة بيقعد يفكر في الحاجة اللي هو بيعملها بتطور نفسه ويعمل. هتلاقيها على طول يعني بيشتغل بيها من غير ما يفكر. تمام? واحد مسلا شغال مسلا سواء مسلا سواء مكرباصة او اي عربية. عشر تلاف ساعة سواءة يعني مش مجارب بروح الشغل ويجيب شغل ده هو قاعد على العربية الى 14 ساعة. تمام? اكيد خلاص دي دماغه دي الشباعة سواءة. تمام? واحد شغال اه مخبر فعمل يبلغ عن الناس. فخلاص اه بتجري في دمه ممكن يبلغ عن نفسه لو ملقاش حد يبلغ عنه. واحيانا انه على بكر اخرنا الا بنجد الا اخوانة. طيب المال ايه بقى حكاية الي 20 ساعة يعني فيه فرق كبير او بينهم. الي 20 ساعة ديت عشان تتعلم حاجة جديدة تمام? ممكن تكون الحاجة دي بيش اساسية في اه شغلك تمام? او ممكن الحاجة دي انت بش عايز تبقى بروفسور فيها بش عايز تبقى اه المستر فيها. لا ده انت عايز تتكونها وتبقى عارفها. تمام? بمعنى انا دلت مسلا اه اعجبتني اللعبة معينة تمام? فال20 ساعة دي لو عرفت اه اضباطها صح وبعض المهارات البسيطة اه دربة كويس في الحاجة ديت تمام? يعني مسلا اعجبتني لعبة كرة القدم. بش لازم ابقى محمد صلاح بس المهم ان انا بعرف العب. تمام? ولما انزل بش لازم اجيب اجوان بس. عالقل اه يعني محدش يجري وعلا بالطوب. يعني اعرف اللعبة تلعب ازاي وعارف كوانينها وعارف الحاجات ديت. بش لازم عشان مسلا انا عبيت كرة القدم او عايزة مارس الرياضة ان انا قاض عشر تلاف ساعة. تمام? عشان اول انا خلاص بقيت اعرف العب كرة. لا هي مجرد ان انت بتعمل حاجات معينة. اللي هي ايه? او الحاجة تشوف حد كويس يرشدك بدل ما تضيع وقتك فيها. ممكن مسلا انت عايز تعلم مسلا اه برنامج معين تفتحه وتعرف ايه فيه وتعرف تشتغل عليه وعلى سبيل المثال دي اول تجربة ليه البرنامج جديد اسمه او بي اس. لتسجيل الفيديو حاليا. في يعني اخد منها دي وقت في التعلم بتاعه. تقريبا اه تلت ساعة او نصف ساعة. فهمت ازاي اسجل الفيديو ازاي اعمل ستريمينج ان انا قبس حاجة على الفيسبوك او اليوتيوب. ان انا ازاي اسجل سطح الشاشة ازاي ان انا اسجل الفيديو دوت. فالكلام دوت هو ده لانا محتاجه. تمام? ممكن يكون في تفاصيل بقى ولازم من الواحد يدرس تقنيات السوت وتقنيات الفيديو والحاجات دي كلها. لو انا فعلا ان او ان انا اتخصص في تسجيل الفيديوهات ممكن الواحد يدخل فيها. تمام? طيب. في حاجة مهمة جدا عشان تبدأ اه تتعلم ان انت تفكك المهارة. يعني افك المهارة. يعني افهم عشان اعمل حاجة ديت في في اه اه اجزة المهارة ديت افهم. يعني مسلا لو انت عايز اعلم لغات. تمام? فتعلم لغات ده بيحتاج مسلا النقط يبقى صح وان يبقى فيه اه السمع صح وان ان انت ترتب جملة في زهنك والتصوير الزهني. تبدأ تفهم المهارات المختلفة للحاجة ديت. بحسي بقى سهل عليك ان انت تتعلمها. تمام? وتختار افضل الكتب او افضل وسائل للتعليمية. على سبيل المسال مسلا لو انت عايز اعلم بيم. ممكن لو دورت على الامازون ممكن تلاقي خصومة كتاب اهل لحاجة. لو ملاقيتش مسلا مئة الف كتاب. لو عاد تقول لان اعود اقرى الحاجات دي كلها يعني خلاص انت هتاخد اكتر بكتير. لا ممكن تشوف حد يكون كواس جدا في الموضوع. وتقول له رشح لكتابين. فيقول لك الكتاب ده وكتاب ده. هم دول افضل الكتابين اللي تقريبا بيشملوا 80% من من المعلومات اللي موجودة في الكتب كلها. تمام? دي مهمة جدا ان يكون في حد يقول لك افضل حاجة ممكن تخش تتعلم منها. تمام? الحاجة اللي بعد كده ان يكون في منك الزام. يعني انا خلاص انا اتفقد عشرين ساعة ممكن اه ساعتين كل يوم لو بديت عشر تيام. افرغ نفسي للتعلم من الحاجة ديات وابدأ امارس وابدأ ان انا احتكي بها اكتر ان انا اعرفها اكتر. لان لو احنا قلنا ان عشر ساعات عشر تلاف ساعة عشان اتعلم كل حاجة يبقى انت كده هتقدر عمرك كله ما اتعلمتش غير حاجتين تلاتة اربعة. تمام? لا هي الفكرة كلها ان فيها حاجة معينة انا اخبير فيها. انا بروفاش نال في الحاجة ديات. والعشرين ساعة دول عايز اعلم هرايدي ده. عايز مسلا اتعلم ازاي احكي حوادية الاطفال. ازاي اعمل سيناريو. ازاي ازاي مسلا طريقة معينة من الرياضة بعملها الحاجات ديات. احاول تحتكب ناس يكون كويسين في الحاجات ديات. هتلاقي اوتوماتيك نفسك بتتعلم الموضوع دوت. المهم يبقى عندك كم عالية وفي الزام. ومبقاش فيه اي ملهيئات حواليك. تمام يعني ما يبقاش كنت مرة بذكر واحد رياضة. وطول الوقت هو ايه النخلة اللي هناك دي. هو ايه هو ليه ابوك مجايش هو ليه ستمائة حاجة بشتت فيها. فده لو قاعد عشرين ساعة ولا حق خالص. ولو قاعد عشر تلف ساعة ولا حق خالص. تخلص من المهليات ايه في الفيس ايه في الموبايل خليه بعيد عنك. الحاجات الضرورية بس هي اللي ترد عليها وهكذا. ده فكرة جات لك ممكن تكتبها وبعد ما تخلص الوقت اللي انت محدده اللي انت علم المهارة الجديدة تبدأ توصي عليها. من برضه حاجة كويسة التكرار. التكرار بيعلم الابرار. لان كل ما تكرر حاجة بتبدأ تحفظ. وطبعا لو الحاجة عجبتك بعد عشرين ساعة دول هتبدأ تمارسها اكتر. فوتوماتك هتلاقص بتتعلمها. اه تشتفرج على الفيديوهات ليها. مش بفدات تعلم ايه واحدة. مسلا عايز تعلم مسلا الكلام. فممكن تجيب فيلم وتشوف الترجمة بتاعته لغة معينة. تجيب ناس بتتكلم نفس اللغة ديت. فيلم معين مسلا عايز تعلم الماني. هتجيب فيلم الماني. وتخلي الترجمة الماني وتبدأ ايه? اه تسمع. وهتلاقي اوتوماتك نفسك ايه? بتبدأ تتعلم حاجة جديدة. وزاد الاختلاط مع الناس الكويسين في المهرة دي. تبدأ تبا كويس. يعني مسلا عايز تعلم ازاي اه اتداخل فلوس. واقدر ابدأ مشروع خاص بايه. هو عشان استيع تبدأ تفهم الافكار كلها. وتبدأ بعد كده تطبق. وتبدأ تحتكب الناس فعلا بيعملو كده. ما تعودش مع حد اه مصرف او بداع فلوسه او كده. او هتلاقي نفسك بدأت بتتعلم موضوع الاستثمار. مهم جدا ان انت كل ما تتعلم حاجة هتحاول تعلمها لغيرك لان ده بيثبت المعنومة. مهم جدا. مهم جدا. اشتركوا في القناة